تحول استراتيجي في الملف الأمني والعسكري في المحافظات المحررة هكذا يجد الجانب الرسمي أبعاد زيارة وزير الداخلية أحمد الميسري للعاصمة السعودية التي جرت خلالها مباحثات أمنية مع القيادات السعودية لترتيب الملف الأمني بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى فبعد أن دخل مسار الحرب منعطفا جديدا في البلاد في أعقاب الانسحاب الجزئي للقوات الإماراتية من المناطق الجنوبية تعود التساؤلات عن مستقبل الملف العسكري في ظل حديث عن تباين بين الرياض وأبو ظبي حول ملف اليمن وتحرك الحكومة لتسوية الوضع في المحافظات المحررة الزيارة إلى الرياض بحسب وزير الداخلية أثمرت في حل حالة الكثير من الملفات المتعلقة بالأمن والجيش وقال الميسري إن مباحثاته أوصلت إلى نتائج طيبة سوف تتم ترجمتها على أرض الواقع خلال الفترة القريبة القادمة موضحا أن المباحثات أيضا توصلت إلى إنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة لتعزيز الاستقرار الأمني وغيرها من القضايا الهامة ذات الصلة بالملف الأمني وسير المعارك في جبهات القتال لكن مراقبين وجدوا أن الزيارة لن تختلف عن سابقاتها خاصة وأن آلية تسوية الملف الأمني والعسكري غير مذكورة في مخرجات الزيارة وفي ظل عدم وجود رغبة حقيقية من التحالف بتمكين مؤسسات الدولة مطالبات بضرورة معالجة الوضع الأمني والسماح لمؤسسات الدولة بممارسة مهامها بشكل فعلي من داخل البلاد في الوقت الذي تعاني فيه المحافظات المحررة من خلل في الأمن نتيجة صراع القوات المدعومة من دولة الإمارات مع القوات الرسمية في المحافظات المحررة